السحر الشعوذات تجد دائما او غالبا في البيئات الجاهلة غالبا في البيئات الجاهلة الامر الثاني ضعف الايمان ضعف الايمان فتجد للأسف الشديد اغلب الذين يترددون على السحرة لديهم رقة في الدين وضعف الايمان يعني يلجعون الى هؤلاء السحرة والمشعوذين وبخلاف يعني من لديه ايمان قوي خاف الله عز وجل ويتقيه الامر الثالث ما يتعلق بالهوى ما يتعلق بالهوى فمن الناس من يقوده هوه قال تعالى فرأيت من اتخذ الهه هوه فلأمور دنيوية ولأمور ارضية طينية مثلا يذهب ويتردد على السحرة والمشعوذين والدجالين وقد يكون هذا بسبب الانتقام مثلا يريد ان ينتقم فيلجأ الى السحرة او شيء من هذا القبيل المسألة الاخرى طبيعة النفس البشرية المستشرفة لكشف الغيب طبيعة النفس البشرية هي مستشرفة لمعرفة الغيب لذلك دائما تجد الناس اذا ذكر امر غيبي او ذكر امر كذا يتتبعونه لدرجة يتتبعون تفاصيله ويريدون ان يقفوا على فصوله لان هذه طبيعة النفس البشرية فلما يقول الكاهن مثل ما تشوفون الان ما يسمى بهؤلاء المتنبئين يقولون يحصل في السنة القادمة كذا هؤلاء كذبة دجالون تجد الناس بعضهم يتناقل كلام هؤلاء يقول لك السنة القادمة سيتكون فيها كوارث سيكون فيها كذا وكذا كذب المنجمون ولو صدع فتجد اغلب الناس يروج لهؤلاء او ينقل كلام هؤلاء او يتتبع تفاصيل هؤلاء وعلى اقل شيء يعني اقل ما يمكن ان يكون من السوء ان الانسان يتفرج عليهم مثلا او يتابع حساباتهم او يرضى بفعلهم والعياذ بالهم هذا امر غاية في الخطور ولذلك اذا تأملت في رواج سوق السحرة والكهان والعرفين تجد بان ما يخرج عن هذه الاسباب ما يخرج قد تكون هناك اسباب كثيرة لكن في الغالب ما يخرج عن مثل هذه الاسباب الهوى الجهل ضعف الايمان الرغبة في استكشاف الغيب قد يكون ايضا ما يتعلق بمعرفة الانسان مستقبل هو هل هو سعيد او شقي نسأل الله العافية ولذلك يلجعون الى قضية الابراج وشيء من هذا القب لذلك السحر اخواني واخواتي هذا من اخطر الذنوب ومن تورط فيه قد لا يخرج منه عفان الله وإياه من تورط فيه قد لا يخرج منه إلا أن يشاء ربك سبحانه وتعالى كثير من الناس وقعوا وما خرجوا وقعوا في السحر وما خرجوا قد يكون منهم سحرة ومنهم من يتردد على السحر منهم من يتردد على السحرة اشتركوا في القناة